بين مسبار الأمل ومنظومة التمييز الحكومي وتم استلهام كلمة مسبار من مسبار الأمل طبعاً إحنا رح نعرض حالياً أوجه التشابه بين مسبار الأمل ومسبار التمييز الحكومي يسعى مسبار الأمل إلى تحقيق الرؤية الطموحة للدولة وتحسين جودة الحياة على الأرض أيضاً مسبار التمييز الحكومي يسعى إلى تحقيق الرؤية الطموحة للدولة وتحسين جودة الحياة والرفاهية للمجتمع أيضاً مسبار الأمل يهدف إلى دخول دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسم السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي مسبار التمييز الحكومي يدعو دولة الإمارات بشكل رسمي إلى السباق العالمي في تقديم خدمات حكومية رائدة أيضاً مسبار الأمل هو برنامج فضائي يدعو الإنسان العربي للنظر إلى المستقبل واستشرافه أيضاً يقابله مسبار التمييز الحكومي بأنها تدعو حكومات العالم للنظر في الخدمات الاستباقية المبنية على استشراف المستقبل مسبار الأمل يحول الإمارات والعالم العربي من دول مستخدمة للمعرفة إلى دول موفرة للمعرفة أيضاً مسبار التمييز الحكومي يحول حكومات العالم لتحقيق ميزة تنافسية عبر تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية أيضاً مسبار الأمل يدعو إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال أبحاث الفضاء أيضاً مسبار التمييز الحكومي يحول حكومات العالم لتحقيق ميزة تنافسية عبر تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية مسبار الأمل يعمل على تعزيز الريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال أبحاث الفضاء أيضاً مسبار التمييز تشكل خارطة طريق للحكومات لتتعدى التمييز لكي تصل إلى مستوى تحقيق الريادة إذن النقطة السادسة وهو أن مسبار الأمل يسعى إلى إلهام الأجيال العربية الناشئة وتشجيعهم على دراسة علوم الفضاء أيضاً منظومة التمييز الحكومي تدعو إلى إلهام الحكومات وتشجيعهم على ماذا؟ على الإبتكار إذن هذا السبب الرئيسي الذي حذبنا إلى تسمية هذه الورشة بمسبار التمييز الحكومي وإنجاز أطلقت كلمة مسبار التمييز الحكومي على منظومة التمييز الحكومي تيمناً واستلهاماً من مسبار الأمل سؤالي إخواني بدنا نصوت نرجع إلى عملية التفاعل بين المدرب والمشاركين في هذه الورشة إخواني السؤال رح مرة ثانية رح أقول أنه في عنا فائز أول وفائز ثاني وفائز ثالث في نهاية هذه الورشة السؤال ما هو المفهوم المشترك؟ رح أحاول أرجع بالسلايدات حتى اللي ما عنده الكود يرجع يصوره على الموبايل أو بعض الأخوات طلبوا مني ذلك رح أرجع مرة ثانية هذا الكود إخواني وخواتي هذا الكود اللي أمامكم ممكن تستخدموا التلفونات وتصوروا وتفتحوا الكاميرا وتصوروا الكود بيظهر عندكم الاسم ورقم الهاتف والإيميل عبوا البيانات وبعدين اعملوا سيف اللي بيستخدم موبايل هواوي ما رح يمشي التصوير على الكود رح يحاول يدخل على primavote.com يحاول يحمل التطبيق بسرعة والكود اللي هو خمسة سبعة خمسة ثمانية نعطي دقيقة للمشاركين اللي دخلوا فيما بعد حتى نكمل عملية التصويت بالنسبة لما تبقى من الأسئلة الموجودة لدينا هذا الكود مرة ثانية طيب نحاول الحين أتوقع أن المشاركين دخلوا نرجع إلى من حيث ما بدأنا محل ما وصلنا السؤال ما هو المفهوم المشترك بين مسبار الأمل ومسبار التمييز الحكومي أنا تكلمت عن مسبار الأمل وعن التشفى بين مسبار الأمل ومسبار التمييز الحكومي الحين أنا أسألكوا ما هو المفهوم المشترك بين مسبار الأمل ومسبار التمييز الحكومي رح أقرب لكم أشوف التصويت في عنا كم صار للتصويت 3 من أصل 48 هذا هو عملية التصويت الجارية يلا إخواني ما هو المفهوم المشترك بين مسبار الأمل ومسبار التمييز الحكومي بدنا مشاركة بدنا همة من الجميع إحنا اليوم داخلين نتعلم داخلين نشارك الأنشطة مع بعضنا البعض بعد إذنكم يلا أنا بنتظر التصويت ترجمة نانسي قنع التصويت عنا 45 46 يلا إخواني وخواتي بنا شوي تهمة مع بعض إحنا اليوم داخلين حتى نتعلم شيء جديد نتعرف على منظومة التمييز الحكومي اللي أسميناها بمسبار التمييز الحكومي نتعرف على محاورها نتعرف على غياتها نتعرف على أهدافها نتعرف على معاييرها نتعرف على مبادئها كويس تمام الحين عنا تقريباً 50 رح ننتقل رح ننتقل إلى نشوف النتائج تقريباً 4% جاوبوا للتنافسية الابتكار جاوبوا نسبة 25-27% الاستباقية وتوفير المعرفة 45% بينما تحسين جودة الحياة جاوب عليها 22-23% إخواني وإخواتي الإجابة الصحيحة التنافسية هي إجابة صحيحة الابتكار والمرونة إجابة صحيحة الاستباقية وتوفير المعرفة إجابة صحيحة تحسين جودة الحياة لكن عندنا الإجابة الأكثر الأكثر صحة أو الأكثر ما تدعو إليه مسبار الأمل مسبار التمييز الحكومي وهي الإجابة دي اللي هي تحسين جودة الحياة الأجابة على الإجابة الصحيحة هي هم تقريبا نسبتهم 23% إن شاء الله في نهاية الورشة رح تكون عندنا الإجابات الصحيحة بمستوى 100% إذن إخواني جميع الإجابات الصحيحة لكن هناك إجابة أكثر يعني صحيحة بشكل أكبر من الإجابات الثانية وهي تحسين جودة الحياة طيب ننتقل حاليا إلى المحطات إلى المحطات التاريخية إلى المحطات التاريخية للجودة والتمييز حقيقة إن عجلة مسار الجودة والتمييز صارت بمحطات فاصلة وعالية الأهمية عبر الزمن لذلك علينا إن شاء الله في هذه المنصة أن نعرج على المحطات التاريخية لتطور الجودة والتمييز ونمر عليها مرور الكرام لأنها صدقاً بحاجة إلى هذه المحطات التاريخية بحاجة إلى ورشة عمل منفصلة لما تحتوي عليه من محطات مفصلية هامة ومؤثرة ظهرت الجودة في حضارات متعددة كما تعلمون في مقدمتها الحضارة الفرعونية ماذا تمثل في الحضارة الفرعونية؟ الجودة والتميز تمثل في بناء الأهرامات أيضاً الحضارة الصينية كما نشاهد في بناء سور الصين العظيم لكن حالياً ماذا نشاهد بحضارة الجودة والتميز؟ بدل بناء سور الصين العظيم أصبح بناء سوق الصين العظيم لا تنسوا هذه الكلمة والحضارة المسيحية في بناء الكدرائيات والحضارة الإسلامية في بناء المساجد والقصور إخواني هناك طرح كثير من المفكرين والفلاسفة في موضوع التميز وهناك أسئلة كثيرة تجول في خاطر جميع العاملين في المؤسسات الحكومية سواء الاتحادي أو المحلي من بين هذه الأسئلة التي طرحها المفكر العالمي الدكتور محمد زائيري في الورش السابق التي قام بتنفيذها في مكتب رئاسة مجلس الوزراء هل كانت من هذه الأسئلة هل فكر التميز المطبق في مؤسساتنا يضمن النجاح الحالي؟ هل المؤسسات التي فازت بالجوائز العالمية هي أفضل مصادر للتعلم؟ سؤال آخر هل ممكن لأي مؤسسة أن تكون متميزة؟ هل هناك ثورات جديدة في عالم التميز وعالم الجودة؟ هناك أسئلة كثيرة أو قد تسأل بعض المؤسسات كيف أن نتميز؟ إخواني في العصر الحديث المهم هو التعلم المناسب التعلم المناسب وذلك من خلال الاستمرار بالابتكار للوصول إلى الرياضة مبادئ التميز التي سنتعرف عليها حاليا في منظومة التميز هي ضمان لوضع الفكر الصحيح الذي يخدم الغاية وأيضا هناك عوامل أخرى يمكن أن تضافتها كل مؤسسة يمكن الضيفة لذلك منظومة التميز حددت معايير معينة حددت محاور ومعايير وتركت للجهات الحكومية حرية التطبيق وآلية الاستخدام أو إضافة معايير أو مبادئ أخرى لذلك أخواني التميز ليس هناك وصفة كاملة للنجاح ولكن المعايير هي عبارة عن خارطة طريق للوصول إلى التميز الوصول إلى التميز الحكومي أيضا عندنا المرحل الثاني من مراحل التسلسل الزمني لمراحل التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي إخواني دولة المرات مرت بأربع دورات استراتيجية كانت أربع دورات وحاليا الاستعداد إلى الخمسين هي الدورة الخامسة أربع دورات هذه الدورات بلشت معنا في عام 2008 كانت الدورة الاستراتيجية الأولى من عام 2008 حتى عام 2011 وتم إطلاق برنامج شيخ خليفة لأول مرة للتميز الحكومي سنة 2009 أيضا الدورة الثانية كانت عندنا من 2011 حتى 2013 برضو كان هناك دورة استراتيجية تمتد لمدة ثلاث سنوات المرحلة الثانية تمتدت من 2014 إلى 2016 في هذا العام عام 2015 تحديدا عام 2015 اللي أمامكم تم إطلاق أول نموذج للتميز في القطاع الحكومي على مستوى العالم واللي إحنا بنسميه حاليا جيم 2 كان في هذه المرحلة في 2015 جيم 1 Government Excellence Model النموذج الأول للتميز الحكومي وفي عام 2015 إخواني المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كانت تمتد التخطيط الاستراتيجي يمتد إلى ثلاث سنوات وكانت الجائزة تنفذ كل عام ونصف من عام ونصف إلى عامين كل عامين تنفذ ويتم تقييم الجهات الحكومية في عام 2017 لعام 2020 امتدت الخطة الاستراتيجية إلى ماذا؟ امتدت إلى خمس سنوات وكانت هي من 2017 حتى 2021 وفي هذا الأثناء تم الاحتماد الدولي لمنظومة التميز التي نتكلم عنها مسبار التميز الحكومي في عام 2017 كان أول اعتماد لمنظومة التميز الحكومي طبعاً هذا الاحتماد كان من قبل جهات دولية رائدة في عالم الجودة والتميز المؤسسي هذه الجهات التي اعتمدت منظومة التميز مسبار التميز الحكومي كمرجعية عالمية لإدارة الجودة والتميز ولا يخفى عليكم جميعاً أن هذه المنظومة تمثل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهي نتاج وحصيلة أفكار وتجارب دولة الإمارات العربية إذن هي براند إماراتي مئة بالمئة هناك ممارسات كثيرة في المؤسسات الحكومية هناك استراتيجيات تم إطلاقها هناك نماذج أعمال تم إطلاقها من هذه النماذج برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة التميز المؤسسي وكما تعلمون أن التميز المؤسسي بدأ في دولة الإمارات من عام 1994 من 1994 حتى عام 2020 الإصدار الثاني الإصدار الثاني لمنظومة التميز كان في عام 2019 وتم تحديثها في عام 2020 كما تعلمون بأن هذا التحديث إذن إخواني ما رح نتكلم كثير عن هذه المراحل التاريخية لكن لابد أن تتعرفوا أيضا الجهات الدولية التي هي معروفة مثل المؤسسات الدولية مثل The European Organization for Quality The Asian Pacific Quality Organization The Australian Organization for Quality وغيرها من المؤسسات هذه المؤسسات الريادية على مستوى العالم هذه مؤسسات ريادية اعتمدت منظومة التميز المؤسسي جيم توو كمرجعية عالمية للجهات الحكومية إخواني خلونا ننتقل إلى محطة جديدة وهي التحسين أو التعرف ما هي أوجه التحسين في منظومة التميز الحكومي أول شيء التركيز على جودة الحياة التركيز الثاني كان على الأثر وليس على النتاج يعني قياس الأثر والنتاج أيضا منظومة التميز الحكومي في شيء عجيب فيها وهو الابتكار مصطلح الابتكار والمرونة والاستباقية في كل مكان في كل المنظومة في كل الأعمال المؤسسية في كل الإجراءات المؤسسية في كل السياسات المؤسسية في كل الخدمات المؤسسية تضمنت الابتكار والمرونة والاستباقية أيضا النقطة الرابعة الجاهزية والتنافسية ما عاد يسألون كثير عن التخطيط الاستراتيجي بيسألك ما هي جاهزيتك ما هي إمكانيتك لاستشراف المستقبل وإمكانيتك لاستمرار في تقديم الخدمات ورح نتكلم في الشرائح القادمة عن هذه المجالات كلياتها أيضا التركيز على موضوع التمكين الذكي والتحول إلى المنصات الرقمية والتكاملية في الأعمال أيضا تفعيل دور إدارة البيانات أخواني أخطر شيء النفط الحقيقي الحاليا هو النفط هو البيانات هو إدارة البيانات هو إدارة البيانات هو التعامل مع البيانات لاستخراج المعلومات ومن ثم استصدار القرارات الذكية وسابعا وهو نموذج العمل الديناميكي اللي هو نموذج العمل المؤسسات الحكومية نموذج اللي هو قابل للتغيير والتطوير طيب كما تعلمون تقوم منظومة التمييز ومسبار التمييز على عدة مرتكزات فريدة كلمة فريدة تتكرر كثيرا في منظومة التمييز الحكومي وفي شرح منظومة التمييز الحكومي وفي أدلة منظومة التمييز الحكومي خلونا نتعرف على معنى كلمة الفريد الفريد هو حقيقة هو الشيء النادر التواجد الذي لا مثيل له ولا نظير له مثلا ناخذ مثال حبة اللؤلؤ اللي بتتوسط عقد من الذهب هذه بتكون الحبة حبة فريدة أو حجر الماس يعلو خاتم الزواج يا سلام هذه أيضا تعتبر فريدة إذن منظومة التميز تركز على الأشياء الاستثنائية الأشياء النوعية الأشياء الرائدة الأشياء الفخمة أخواني المنظومة بتركز على شيئين رئيسيين بتركز على تحسين جودة الحياة وعلى رحلة المتعامل تبهوا على تحسين جودة الحياة وعلى رحلة المتعامل وأيضا تركز على النتائج وعلى قياس الأثر وعلى ما يجب قياسه هذه حوالي تقريبا هنه مرتكزين أساسيا بتركز عليهم منظومة التميز منظومة التميز الحكومي واضح أخواني وخواتي طيب الحين رح نرجع لعملية التصويت لكن خلينا نتكلم هذه منظومة التميز الحكومي هذا مسبار الأمل أنا أطلقت عليها اسم إذا جازت تعبير المنظومة الفخمة منظومة الفخامة فخامة التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها حقيقا أصبحت يعني مرجعية لكثير من الدول للوصول إلى المركز الأول وللوصول إلى الاستباقية وللوصول إلى تقديم خدمات رائعة خلونا رح أستعمل كلمة فخامة لأن فعلا هذه المنظومة هي منظومة فخمة بمعاييرها بمحاورها خلونا نتعرف عليها إحنا كمشاركين كمتدربين في هذا اللقاء الضيب إخواني بدنا الحماس مرة ثانية شوفوا المنظومة التميز الحكومي اللي أمامك تتكون من ثلاث محاور رئيسية أول محور هو تحقيق الرؤية المحور الثاني هو القيمة المميزة والمحور الثالث هي الممكنات واضح؟ هذه المحاور مثلا تحقيق الرؤية سابقا كان وزنه 60% الحين أصبح 40% القيمة المميزة كانت المحور الإبتكار وكان عليه 20% أصبح تغير إلى مفهوم القيمة الحين إحنا إخواني أو خواتي إحنا في أعمالنا في تنفيذ الأعمال في دراسة نماذج الأعمال لا بد أن نفكر بشيء رئيسي ما هي القيمة المميزة التي أستطيع أن أعطيها للموظفين وأن أعطيها للمتعاملين أو التي نستطيع أن نوصلها إلى المعنيين سواء موظفين متعاملين موردين شركاء أصحاب المصالح إذن إخواني التركيز حاليا على القيمة المميزة ثم ننتقل إلى الممكنات وهو المحور الثالث إخواني القيمة المحاور الثلاث تتكون من معايير فرعية مثلا تحقيق الرؤية تتكون من معيار تحسين جودة الحياة الجاهزية التوجه المهام الرئيسية أيضا القيمة المميزة تتكون من معيار الخدمات التمكين المواهب والممكنات تتكون من أربع معايير عدد هذه المعايير 11 معيارا يعني رقم 11 أيضا هذه المعايير الأمامك مثل تحسين جودة الحياة والجاهزية بتتكون من مبادئ هذه المبادئ حوالي عدتها تقريبا أو 44 مبدأ واضح إخواني 44 مبدأ وهذه المبادئ بتمثل نقاط استرشادية عامة مرتبطة بمفاهيم التميز يعني تشرح المعيار وتحاول توضحه بطريقة أكثر من المعيار نفسه إخواني التركيز في منظومة التميز الحكومي التركيز هنا على التحول إخواني الهدف الرئيسي من هذه المنظومة في عام 2020 والتقييم اللي راح يصير للمؤسسات في عام 2021 هو التحول إذن المنظومة الفاخمة التي أمامنا لها توجهات التوجه الأول هو التحول ولأن تصبح المؤسسات مؤسسات قدوة مؤسسات قدوة حسنة ليست على مستوى الإمارات فقط ولكن على مستوى المؤسسات الموجودة على مستوى العالم إذن إحنا نتكلم عن فكر تحولي فكر كبير جدا طبعا السبب بهذا النموذج وهذه الفخامة من محاور ومن معايير والدعوة إلى التحول والتغيير هو السبب هو ظاهرة ظاهرة اللي هي بمصطلح يسمى اللي هي نتيجة عدم الوضوح وعدم اليقين التحولات السريعة في العالم إحنا بنشاهد حاليا في العالم اللي أسفل بصبح فوق واللي تحت بصير فوق واللي يمين بصير شمال والشمال بصير يمين ما هناك تنبؤات ما هناك أرقام صحيحة هناك تغيرات هناك مفاجآت فلهذا هذه المنظومة التي أمامكم السنة القادمة سوف تجدونها متغيرة بمحاورها بمعاييرها بأوزانها بأشكالها ما نعرف هناك تغوّ التحول وهذا ما تدعو إلى المؤسسة بتغيير نماذج الأعمال بس تكلمت أنا عن الأشياء التحسين تكلمنا عن النموذج الديناميكي النموذج الديناميكي هو النماذج التي تتغير يعني أنا بعمل بطريقة معينة نتيجة الظروف معينة واللي حثت بجائحة كورونا تغيرنا نموذج الأعمال تغير في كل المؤسسات الحكومية وأصبح نموذج يقدم الخدمات عن بعد إذن إخواني هذا المفهوم لمنظومة التمييز الحكومي وإذا أسعفنا الوقت إن شاء الله رح نشرح المعايير إذا لم يسعفنا الوقت رح نطلب من الأخواننا المنظمين ولهم التحية وكل الشكر والتقدير على تنظيم هذه الورش التفاعلية الطيبة التي تضيف للموظفين كثيراً من المعارف والمعلومات التي يستطيعون أن يواجهوا فيها محكات ونقاط ونقاط العمل الرئيسية والتنفيذ الصحيح للأعمال ننتقل إلى المفاهيم التمييز الرئيسية إخواني منظومة التمييز الحكومي أول شيء فيها تتكلم عن مفاهيم التمييز في منظومة التمييز الحكومي هنا عشرة مفاهيم إذا استطاعت المؤسسة تطبيق هذه المفاهيم نستطيع أن نقول عليها هذه المؤسسة فخمة هذه المؤسسة رائدة هذه المؤسسة متميزة لكن أنا أحبذ كلمة المؤسسة الفخمة يعني إذا ما أقول الهيئة الاتحادية للموارد البشرية هي مؤسسة مؤسسة فخمة لماذا نقول فخامة لأن إخواني لازم تعرفوا شيء مهم لأن فخامة القيادة جذورها ماذا جذورها الريادة إذن العيجها تطبق هذه المفاهيم العشرة نستطيع أن نطلق عليها المؤسسة الفخمة لأن فخامة القيادة جذورها القيادة إذن إخواني هذه المفاهيم الرئيسية تمثل الفلسفة التي ينبغي تأصيلها في الثقافة المؤسسية هذه الفلسفة التي ينبغي تأصيلها في الثقافة المؤسسية أيضا هذه المفاهيم تجسد فكرا متجددا وملهما لتحسين جودة حياة ماذا؟ حياة المجتمع أيضا الجهات التي تطبق هذه المفاهيم ستحدث فرقا نوعيا في مسيرة التبيز واضح إخواني وخواتي ننتقل إلى التصويت مرة ثانية نرجع لعملية التصويت المشاركين معي بالنظام حوالي 97 شخص لكن المشاركين بالورشة أتوقع أنه العدد أكبر ما أعرف كم العدد حقيقة لكن اللي مشاركين معي بالنظام السؤال رح نشرح المعايير العشرة كل معيار رح أشرحه لكن رح يسبق سؤال هذا السؤال الهدف منه هدف تعليمي السؤال الأول ما هي رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2021 بلش التصويت عندك أربع إجابات اختار الإجابة الصحيحة يلا إخواني خلينا نسلع بعملية التصويت حتى نتعرف أكثر هذه المفاهيم مفاهيم التميز الرائدة على مستوى العالم السؤال ما هي رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 إخواني اللي مش قادر يدخل عن طريق موبايلو يروح على الكود خمسة سبعة خمسة ثمانية خلينا نشوف التصويت عندي واحدة وثلاثين إجابة الحين عندي عشرة عفوا مئة شخص دخلوا على النظام يلا عايزين المئة نخلصهم حتى نكسب الوقت عشان ما نطيل عليكم إخواني إخواتي عنا وصلنا 43 حتى أنا بس يعني خوفا من الوقت من استدراك الوقت لكن رح نترك برضو كمان إذا ما استطعنا أخت ندى والقائمين على هذا البرنامج الطيب إذا في مجال إذا لم نستطع أن نستكمل هذا البرنامج بكل محاوره ونقاطه الرئيسية نطلب من هذا المنبر إن شاء الله تنفيذ ورشة أخرى استكمالا لهذه الورشة حتى تكتمل المعلومة بشكل متكامل طيب الحين مرة ثانية عندنا 52 من أصل 103 ما هي رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2021 طيب رح ننتقل إلى الإجابة الصحيحة انتهت تصويت الإجابة الصحيحة أن تكون دولة الإمارات من برتب الأولى عالمي 11% تقريبا 12% من المشاركين أن تكون دولة الإمارات من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي 56 يعني 57 والإجابة رقم D هي أن تكون دولة الإمارات الرائدة عالميا إذن لدينا تقريبا 57% من المشاركين أجابوا إجابة صحيحة أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم هذه هذه الرؤية الطموحة إخواني عندما نتكلم عن رؤية دولة الإمارات في عام 2021 لابد أن نعرف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد هذه الأول نقطة يجب أن ندركها إحنا كموظفين نعمل في الجهات الحكومية أيضا لابد أن نكون مدركين لما هي الأجندة الوطنية الأجندة الوطنية هي رؤية شاملة طويلة طويلة المدى تمتد العقود متتالية وتحكس طموحة طلعات الدولة طبعا رؤية دولة الإمارات قسمت الأجندة الوطنية قسمت الرؤية إلى عناصر إلى ستة محاور وطنية تم تسميتها بالأجندة الوطنية حتى نساهم أو نسعى في تحقيق رؤية دولة الإمارات قسمنا عناصر الرؤية إلى ستة محاور وطنية وهي الأجندة اللي بنسمع عنها اللي هي الأجندة الوطنية نظام صحي بمعايير عالمية، نظام تعليمي رفيع المستوى، مجتمع آمن وقضاء عادل، مجتمع متلاحم، اقتصاد تنافسي بيئة مستدامة وبنية متكاملة. ستة محاور وطنية تسعى رؤية الإمارات إلى تحقيقها. أيضاً حتى تكون رؤيتنا طموح لازم نعرف شيء آخر وهو مئوية الإمارات في عام 1971 هي رؤية شاملة تمتد لخمسة عقود حالياً الاستعداد لخمسين سنة القادمة وتهدف هذه الرؤية لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 1971. هذا الطموح، هذه الرؤية طموحة، هذه المؤسسات يجب أن تنتهج هذا النهج، الحكومة تنتهج الاستباقية، تنتهج الابتكار، الرؤية بعيدة المدى. أيضاً المؤسسات الحكومية يجب أن تكون لديها رؤى طموحة تساهم في تحقيق هذه الرؤى التي رؤية دولة الإمارات 2021 ورؤية مئوية الإمارات لـ 2071. إذن واضح إخواني وخواتي، طيب خلونا ننتقل إلى المفهوم الثاني وهو مفهوم له العنصر الثاني في مفاهيم التمييز وهو تحسين جودة الحياة. السؤال، بلشت المشاركة أخواني، صوته معاي، ما معنى كلمة السعادة في منظومة التمييز الحكوم؟ أنا تكلمت في البداية وكان أول سؤال ما هو وجه الشبه بين مسبار الأمل ومسبار التمييز الحكوم؟ كان عنا اللي هو تحسين جودة الحياة هو إجابة الأكثر صحة، كل الإجابات كانت صحيحة، لكن هنا رح يسألكوا سؤال آخر بمفهوم آخر وهو ما معنى كلمة السعادة في منظومة التمييز الحكومي؟ يلا المشاركات عندنا 15-17، يلا عايزين مشاركات، طبعاً رح يكون عندنا فائز، أخواني وخواتي، أختي ندا ترى عليك الجائزة، المركز الأول بتعطيه جائزة، والمركز الثاني بتعطيه جائزة، والمركز الثالث بتعطيه جائزة. طبعاً ما في صوت بأنه حاطين إحنا ميوت بس حتى نحافظ على خصوصية المشاركين المعنى في هذه الورشة، إخواني ما معنى كلمة السعادة في منظومة التمييز الحكومي؟ نبي مشاركات أكثر، 41 من أصل 106، نبي مشاركات أكثر، ضايل عين عشر ثواني، بنهي التصويت، هاي وصلنا 50-51، إخواني وخواتي رح أنهي التصويت، طيب، خلونا نشوف الإجابات الصحيحة، ونشوف كم عدد الناس اللي جاوبوا بشكل صحيح عن هذا السؤال. شوفوا، تحسين جودة الحياة، جاوب عنا 32%، الإجابة الثانية تحسين الإيجابية في الحياة 25%، تحسين تجربة المتعامل 33%؟ إخواني، الإجابة الصحيحة هي D، الرضا عن اللحظة الراهنة، اللي جاوبوا صحيح عن هذا السؤال هم تقريباً 9%، إخواني، في فرق، في فرق بين السعادة والإيجابية وجودة الحياة، رح نشرحهم، إذن اللي جاوبوا إيجابة صحيحة على هذا السؤال هو 9% من أصل المشاركين، الرضا عن اللحظة الراهنة، طيب، إخواني، السعادة تشير إلى الحالة النفسية في اللحظة الراهنة، يعني أنا بس سألتك في البداية، قلت لك ما مستوى السعادة لديك؟ أنا بس ألك في هذه اللحظة، فأنت رح تجاوبني أنا مستوى السعادة عالي جداً، لكن بعد ساعة قد يحدث حدث طارئ ينزل مستوى السعادة إلى مستوى الخمسين، فرح أسألك نفس السؤال ما مستوى السعادة لديك؟ رح تقول لي والله خمسين بالمئة، إذن السعادة تشير إلى الحالة النفسية في اللحظة الراهنة والشعور بمشاعر إيجابية بنفس اللحظة، مثل الحب، الأمل، البهجة، الحماس، لكن مفهوم جودة الحياة هو الرضا عن الحياة، يعني الإحساس بالسلام النفسي، الرضا بالحياة وإشباع الرغبات، الرضا بالحياة العائلية، الرضا بالعلاقات مع الآخرين في مجال العمل، الرضا بالخدمات الصحية، الرضا بالمستوى التعليم والتوظيف، الرضا بالحريات التي تتبعها الدولة في المكان الذي أنا أكون فيه، إذن الرضا بالراتب، الرضا بالنمو الاقتصادي للدولة، إذن هذا مفهوم جودة الحياة، ورح نشرحه إن شاء الله أكثر من ذلك في الشرائح القادمة عن معايير التمييز، وهناك مصطلح الإيجابية، يجب أن تفرق بين السعادة والإيجابية، في كتاب سموب الشيخ محمد بن راشد تأملات في السعادة والإيجابية، أي الفرق بين الإيجابية والسعادة؟ الإيجابية هي طريقة تفكير، طريقة تفكيرنا في الأمور، والسعادة هو أسلوب حياة، إذن هو قرار يتم اتخاذه، إذن الإيجابية هي طريقة تفكير، والسعادة هي أسلوب حياة، وليس ما نملكه أو ما نفعله هو ما يجعلنا سعيدين، بل كيفية التفكير بذلك، إذن إخواني ثلاث مصطلحات يجب أن تفرق بينهما السعادة وتحسين جودة الحياة أو جودة الحياة والإيجابية، إذن خلصنا من المحور المفهوم الثاني، ننتقل إلى المفهوم الثالث، لكن قبل ما ننتقل رح أوضح شيء مهم جداً، أنه جودة الحياة للمؤسسات هي المؤسسات التي تعطي أولوية في تقديم الخدمات لجميع المراحل العمرية في حياة على أرض هذه الدولة، من الطفولة حتى الشيخوخة، بعض الأشخاص رح يسألوني سؤال، رح يقولوني، طب كيف؟ إحنا خدماتنا موجهة لفئة معينة، صح؟ لكن الحكومة أو منظومة التمييز الحكومي تدعو الجهات الحكومية إلى التكامل والتشارك والمشاركة في الخدمات، إذن أنا عندما أنظر إلى حياة المتعامل لابد أن أنظر إليها من زاوية من جميع مراحل حياته، من الطفولة حتى الشيخوخة، وحتى في الممات، إذن إخوتي يجب أن نركز على مراحل جودة حياة الإنسان في جميع مراحله، إذن ننتقل إلى العنصر رقم ثلاثة في مفاهيم التمييز الحكومي، واللي هو السؤال، إحنا متكلم هون عن القيادة الرشيدة، السؤال، كود المشاركة، أختي اللي بتسعن عن كود المشاركة، هو ظاهر أمامك أسفل الشاشة، هو خمسة سبعة خمسة ثمانية، خمسة سبعة خمسة ثمانية، السؤال والتصويت جاري، أي من المسؤوليات التالية تم تحديدها للقيادة الرشيدة بمنظومة التمييز الحكومي؟ أي مسؤوليات؟ طبعاً لدينا مش إجابة صحية، لدينا إجابتين. يعني بصراحة الوقت مر بسرعة والتصويت والمشاركة جميلة جداً للناس المشاركين معنا، لكن رح نحاول نسرع أكثر بحيث أن نخلص اليوم مفاهيم منظومة التمييز الحكومي، وإن شاء الله، أنا حسب المنظمين ضايل عندنا عشر دقائق، فننهي التصويت حالياً، نحاول نشوف الإجابات الصحيحة، طبعاً الإجابات الصحيحة فعلاً تبني الإبتكار واستشراف المستقبل، القيادة الرشيدة تركز على سلوك القادة، دائماً يقول سخراط من أراد أن يحرك العالم فعليه أن يحرك نفسه أولاً، إذن لابد أن نكون قدوة للموظفين، ننتقل إلى المفهوم اللي هو المفهوم رقم أربعة عن الاستباقية وتبني التغيير، إذا أختي ندى، لو تعطينا بس فسحة من الوقت كمان عشر دقائق إضافيين، حتى نستكمل المفاهيم، ورح نحاول أن يعني نعطيهم بشكل أسرع، بحيث إن إن شاء الله ننخلص ضمن الوقت المحدد، إخواني، بدأت تصويت ما هي أهم مؤشرات التنافس، مؤشرات الاستباقية التي تركز عليها منظومة التميز، حاولوا بس نشارك إخواني حتى ما نضيع الوقت، ما نضيع الوقت حتى أستطيع أن نلبي المتطلبات، إحنا بدنا عشرين ثانية حتى نوزع بين دقائق وخمسة عشر دقيقة، نكون نختم هذه الورشة، وإن شاء الله بكون لدينا ورش أخرى في الأشهر القادمة إن شاء الله رب العالمين. إخواني، راح أحاول أنا أمشي حتى كسباً، يلا استعجلوا بالتصويت، الله يرضى عليكم، إحنا ننتقل على الإجابة الصحيحة، المؤشرات التنافسية العالمية، إجابات صحيحة 70%، أتوقع أنه لو استمرنا بالتصويت راح يكون عندنا النتيجة أتوقع 90%. إخواني، عندما أتكلم عن موضوع الاستباقية والتغيير، لابد أن تدرك كلمة واحدة، تذكر دائماً وزارة اللامستحيل، هي مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، أنشأتها دولة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لإيش؟ لإعادة هندسة المنظومات الحكومية، هذا المفهوم الاستباقية، الاستباقية بالخدمات هو أن تتنبأ بخدمات قد يحتاجها المتعامل وقد يطلبها في المستقبل القريب، هذا المقصود بموضوع الاستباقية، ننتقل إلى المفهوم الخامس، المفهوم الخامس، اللي هو النزاهة، السؤال يرجع اختيار، يرجع اختيار المواضيع التي تحتبر جزء من منظومة الحوكمة المؤسسية، برضو إيجابتين، التصويت بلش، التصويت بلش، إخواني وخواتي، ما أي من المواضيع التالية تحتبر جزء من منظومة الحكومة المؤسسية، الحوكمة المؤسسية، التصويت راح نصبر حوالي عشر ثواني، وبعدين نغلق باب التصويت، طيب حتى نكسب الوقت، ما عليش تسامحونا، بس لكن إحنا، يعني الوقت أسعفنا، إيجابتين طبعا صحيحات، عنا حوالي تقريبا 48% كانت إجاباتهم صحيحة، إخواني عندما نتكلم عن محور تعزيز الثقة، لابد طوالي أن يتبادر إلى ذهنك مفهوم الحوكمة المؤسسية، الحوكمة المؤسسية هي مجموعة من الضوابط والمعايير والإجراءات التي يتم اتباحها في المؤسسات الحكومية، طبعا أسباب ظهور الحوكمة هو انهيار كثير من الشركات المالية وشركات العالمية المعروفة بسبب حالات الفساد وتراجع مستوى الثقة في هذه المؤسسات، فنظام الحوكمة هو نظام مهم جدا تطبيقه في المؤسسات الحكومية واللي بخضع لمعايير وأشياء كثيرة، ننتقل إلى المفهوم أساس أن نختم، اللي هو مفهوم منظومة عمل متكاملة، ما هو أبرز ما تركز عليه مفهوم منظومة العمل المتكاملة في منظومة التميز الحكومي؟ بلش التصويت أخواني وخواتي، بلشوا بلشوا التصويت، الوقت بسعفنا، ما شاء الله عنا تقريبا الحين يعني العدد اللي دخلوا عن نظام 113، التصويت، بلش، ما هو أبرز ما تركز عليه مفهوم منظومة العمل متكاملة في منظومة التميز الحكومي؟ طيب، راح نروح على الإجابة الصحيحة، التكامل، آه، تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إخواني إجابتكو يعني الإجابة الصحيحة فعليا هو التكامل مع الشركاء، عندما نتكلم عن منظومة عمل متكاملة، نتكلم عن نماذج عمل مستقبلية، أيضا تكاملية، صح تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن هناك شيء أهم، أنا قد أستخدم خدماتي واستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن على مستوى المؤسسة لا، المطلوب هو تكامل الأعمال، المؤسسة التي تعمل بمفردها لا تعتبر مؤسسة من، يعني لا تطبق معايير منظومة التميز الحكومي، والتقييم هذا العام سوف يركز على الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات في تقديم الخدمات، واضح أخواني؟ ننتقل إلى هذا منظومة عمل متكاملة، ننتقل إلى السؤال رقم 9، قربنا نخلص، اللي هو المفهوم رقم 7، التركيز على النتائج، ما المقصود بالتوجهات الحكومية المحددة ضمن إطار الأداء الحكومي العام؟ عندكم إجابات؟ معنا تقريباً 15 ثانية، 15 ثانية حتى ننهي هذا السؤال، طبعاً رح ننهي التصويت، سامحونا على السرعة، لكن إن شاء الله عندنا تقريباً 34، رح ننتقل، ما المقصود بالتوجهات الحكومية؟ الإجابة الصحيحة؟ نعم، المبادرات والاستراتيجيات التي حكومت دولة الإمارة، 71 تقريباً، إجابة صحيحة 100%؟ طبعاً إخواني، في موضوع التركيز على النتائج، لابد أن تدرك ما هي المؤشرات الوطنية، ما هي المؤشرات التنافسية، ما هي التوجهات الحكومية، التوجهات الحكومية إليه المبادرات التي تطلقها الدولة، مثل عام التسامح، عام القراءة، المؤشرات الاستراتيجية هي المؤشرات اللي بتحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، الأهداف التشغيلية هي للتقييس مدى تحقيق الأنشطة والمبادرات، المؤشرات الخدمات هي ما تقييس اللي هي الخدمات التي تقدمها كفاءة وفاعلية الخدمات، طيب، إحنا حتى برضو كمان ننتقل إلى المفهوم رقم ثمانية بمفهوم منظومة التمييز الحكومي، بلش التصويت أخواني وخواتي، القيمة النوعية، هنا بنتكلم عن القيمة النوعية، أي من الأمور التالية تركز عليها القيمة النوعية؟ يعني القيمة المميزة، القيمة المضافة، أي من هذه الأمور؟ بلش التصويت معك عشر ثواني خمسة عشر ثانية، أي من الأمور التالية تركز عليها القيمة النوعية في منظومة التمييز الحكومي؟ رح يكون معنا فائز، أخذ ندى رح يكون معنا فائز في هذه الورشة، لا تنسي ترى، لا تنسي الجائزة، على كل حال هي المايكات كلها مغلقة لكن المايك عندي، طيب، ننهي مرحلة التصويت، نروح نشوف الإجابة الصحيحة، الإجابة الصحية ما شاء الله، الاستباقية في تقديم خدمات فريدة للمتعامل، يا سلام، أنا حتى يكون عندي قيمة نوعية، لابد توفر شروط وأركان، السهولة في الحصول على الخدمة، أيضا أن يكون هناك خدمات مصاحبة للخدمة الرئيسية، سرعة الحصول إليها، أخواني الدراسات الكثيرة في هذا المجال، بيّنت بأن المرتب الأولى في عملية سعادة المتعامل عن الخدمة، هي سرعة الحصول عليها، أيضا تكامل المنتجات مع بعضها، يعني تكون الجهات الحكومية تتكامل في تقديم الخدمات، أخواني في دولة في العالم اسمها دولة، أنا ما فيها أسرق الكحين، دولة أستونيا، هذه الدولة تمنع الجهات الحكومية من طلب أي وثيقة من أي متعامل، يعني أنا إذا أنا في البدايات عندي الهوية، خلاص أنا بقدم لهم الهوية، جميع الأوراق بتكون موجودة لدى جميع الجهات الحكومية، إذن هذا موضوع موضوع القيمة النوعية، ننتقل على موضوع اللي هو السؤال، اللي هو رقم تسعة، ماذا تسعى رؤية دولة الإمارات لعام ٢٧١؟ بلشت الإجابات، أخواني حتى نكسب الوقت، أنا ما عرف سعفني يعني الوقت أنا أحتاج إلى ساعتين لكن، أخواني نتكلم هون عن الحكومة الرائدة، ماذا تسعى رؤية دولة الإمارات عام ٢٠١؟ بدنا مشاركات، ظل عليكم بس سؤالين، وبنستخلص اللي هو الأول مركز الأول، والمركز الثاني، والمركز الثالث. إخواني عندي ثلاثين ما شاء الله العدد، يلا نشوف الإجابة الصحيحة، نشوف الإجابة الصحيحة، الإجابة الصحيحة يا سلام عليكم، أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة دي في العالم بحلول ذكر المؤوية قيام دولة الإمارات العربية، ٥٨ بالمئة من الإجابات الصحيحة، يعني إخواني لازم نعرف مؤوية الإمارات ٢٠٠، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية شاملة وطويلة الأمد تمدد لخمسة عقود، وتشكل خارطة طريق، إذن الاستعداد للخمسين، طيب، ننتقل إلى هذه الحكومة الرائدة، ننتقل إلى السؤال رقم ١٢، اللي هو عن الفكر التحولي والتغيير، ما الفرق بين مصطلح التغيير ومصطلح التحول؟ يوجد إجابتين صحيتين، بلش التصويت، إخواني أنا ذكرت لكم بالبداية أن المنظومة، فخامة المنظومة التمييز الحكومي تدعو إلى التحول وإلى التطوير، تدعو إلى التحول، وتدعو إلى التغيير، تدعو إلى التحول الجذري أيضاً، إذن ما الفرق بين مصطلح التغيير ومصطلح التحول؟ هذا مهم جداً، معنى عشر ثواني ضايل، عشر ثواني بنخلص إن شاء الله التصويت، هاي عندنا ثلاثين من أصل مية وخمسطاش، لكن أنا متأسف جداً إذا الأخواننا اللي ما قدروا يلتحقوا بعملية التصويت، معلش، طيب، نين هي عملية التصويت؟ شوفوا، الإجابة الصحيحة، التغيير هو جزء من التحول، ثلاثين بالمئة صح، كل تحول يعتبر تغيير، والإجابة الثانية هي نسبة اثنين وعشرين بالمئة، إخواني يجب إدراك شيء مهم جداً، عندما نقول تغيير هو إحداث تغيير في قطاعات محددة، على سبيل المثال في الدول بنقول تغيير في السياسات الاقتصادية، تغيير في نظام العمل، تغيير في النظام التعليمي، تغيير في النظام الصحي، لكن في عنا في المؤسسات الحكومية بنقول هناك تغيير في الهيكل التنظيفي، هناك تغيير في الخدمات، هناك تغيير في تحديد المستهدفين، في مسؤوليات الأفراد، في الصلاحيات، في المهارات، لكن بالنتيجة التغيير يختلف عن التحول، التغيير هو إمكانية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، واضح؟ لكن تستطيع عندما تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى أن تعود إلى المرحلة الأولى، لكن المنظومة ركزت على مصطلح التحول، التحول هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بحيث لا نستطيع أن نرجع إلى المرحلة الأولى، وهذا ما هو حادث فعلياً، عندما تتحول تقديم الخدمات عن بعد تقديم الخدمات من خلال منصات رقمية من المستحيل الرجوع إلى الخدمات التقليدية فهذا المقصود بعملية التحول الفكر التحولي والتغييري الفكر التحولي والتغييري إذن نحن بهذا تنتهي الأسئلة لكن هنا الرابحين إخواني إخواني العدد كبير جداً الفائزين لكن هذا الإنظام الذي أستخدمه يستخدم أيضاً موضوع السرعة في الإجابة الإجابة الأولى المركز الأول عفواً بنسبة 33 حققته فاطمة فاطمة حققت المركز الأول خلينا نصفق لها مع بعض مع أني أنا بصفق لحالي أيضاً المركز الثاني حققته الأخت وفاء محمد أيضاً جائزة أخرى أخت ندى الجوائز يطلبوهم من عندك أنا مالي دخل والمركز الثالث أحمد حسن النقبي أحرز المركز الثالث إنحيي الرابحين معنا في هذه الورشة مرة أخرى معدل الدرجات 10% إحنا بنلاحظ أخواني أنه المستوى ما شاء الله مستوى عالي جداً والرابحين اللي هي فاطمة ووفاء وأحمد حسن النقبي نكن لهم كل الاحترام والتقدير وأيضاً نشكر الموظفين المشاركين معنا في الإجابات لكن النظام هو يستخرج أول ثلاث فائزين إن شاء الله ما رح أطيل عليكم أنا بهذا يعني حالياً مضطر أني أنهي هذه الورشة يعني يكون متسع من الوقت إذا في أسئلة لإخواننا وخواتنا رح إن شاء الله نستكمل هذه الورشة مستقبلاً ونحاول نتعرف على منظومة التمييز الحكومي اللي هي أمامكم نتعرف على معاييرها وعلى مبادئها لكن اليوم حبينا نوضح مسبار التمييز الحكومي ونترك المايك للإخوان إذا في أي أسئلة أخت ندى المايك عندك إذا في حد عنده أي سؤال ممكن نقدم الإجابات إن شاء الله خمس دقائق رح يسكر المنصة أي في سؤال إذا الأخت ندى بتقدري تبعثي للأسئلة أو إذا حد يحب تترك المجال للإخوان والخوات يسألوا أنا بصراحة مش سامع صوتك ما توقع الإخوان سامعين صوتك المايك موجود إذا في حال أن نفتحه للإخوان والخوات أتوقع في مشكلة بالصوت عند الأخت ندى لكن على جميع الأحوال أنا بقدم شكري وأمتناني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية ولقيادة هذه المؤسسة الفخمة والرائدة والمتميزة وسامحونا من التقصير والسموحة من الجميع وأتمنى لو كان هناك أسئلة لكن أيضا إن شاء الله في محافل أخرى وشكر للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي إذا في أسئلة تحاول تبعثي ليها على الشات نفتح الشات إذا في أسئلة ممكن تكتبي ليها أحاول أشوفهم أنا بسمع ليش يا أخواني تضروني في سؤال الأخت ما هي المعايير التي تتبع لديكم بشأن تميز الموظفين المعايير طبعا أختي إحنا موضوع المعايير إحنا بشكل أساسي رح أرويكي اللي هي أوسمة رئيس مجلس الوزراء أوسمة رئيس مجلس الوزراء المعايير المتبعة لدينا في أوسمة رئيس مجلس الوزراء اللي هي تدعو إلى القدوة الحسنة هناك معايير يتم العمل عليها من قبل الجميع الموظفين طبعا إحنا نتبع النظام الاتحادي نظام إدارة الأداء هناك أهداف وظيفية يتم تقييم الموظفين عليها أيضا هناك جائزة داخلية تم تصميمها بشكل مماثل لمعايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء من حيث الأداء والإنجاز من حيث المعايير من حيث الأداء والإنجاز من حيث التعلم والنمو من حيث الابتكار من حيث القيادة حوالي تقريبا خمس معايير وبمحاورها المختلفة إذن هذه المعايير التميز للموظفين ولا ننسى بأن تميز الموظفين هو مرتبط ارتباط وثيق بتميز القيادة وبالتالي تميز المؤسسة الحكومية ليس هناك تميز على مستوى المؤسسات دون وجود معايير مضبوطة لتميز الموظفين التميز هو رحلة بين قائد المؤسسة والمدراء التنفيذين والمدراء الإدارات والموظفين هي رحلة تميز إذن الإجابة على السؤال هي معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء شكراً في أي سؤال ثاني إذا ممكن تبعثوا لي على التشات أتوقع فقط هو هذا السؤال سؤال طيب إذن إخواني إذا في أي أسئلة أخرى أخت ندى إذا في أي أسئلة أخرى ممكن تبعثي لي إياها طيب إذن إحنا في هذه الورشة هذا السؤال فقط الذي تم توجيه السؤال لدينا لكن إخواني إن شاء الله لنتيجة هذا السؤال رح نظم ورشة ثانية إن شاء الله بمعايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء رح نتعرض إلى الصفات القدوة الحسنة مش أنا تكلمت هون عن مفاهيم التمييز الحكومي العشر مفاهيم أيضاً في أوسمة رئيس مجلس الوزراء اللي هو التمييز الموظفين يتكلم عن 11 صفة للموظف القدوة الحسنة ورح نتكلم عن هذه الصفات ورح نتكلم عن المعايير ورح نأخذ مثال تطبيقي على تطبيق هذه المعايير بحيث يستطيع أي شخص كتابة كتابة بهذه الطائرة طيب لماذا لا يتم توحيد المنظومات بحيث تكون واحدة في كل الجوائز الخاصة بالتمييز أختي أو سؤال طيب هناك توحيد حالياً منظومة التمييز الحكومي اللي هي برنامج الشيخ خليفة للتمييز الحكومي جائزة سمو الشيخ محمد جائزة الشيخ محمد بن راشد جائزة إلها مرجعية عالمية جميع حالياً جميع الإمارات الدولة تنتهج نفس منظومة التمييز لكن هناك بعض التغييرات الطفيفة بحكم وضع كل إمارة لذلك ليش؟ لأن منظومة التمييز الحكومي المعايير لذا انت انتقلت إلى معايير منظومة أبوظبي الأداء الحكومي رح تجد نفس المنظومة نفس المنهج نفس المعايير لكن هناك تغييرات أو إضافة أو إضافة بعض الفئات أيضاً جائزة دبي لأداء الحكومي المتمييز هي نفس المنظومة ونفس المنهجية ونفس آلية التقييم لكن هناك بعض التغييرات البسيطة وهذا ما تدعو إليه جائزة 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 برنامج جائزة محمد بن راشد اللي هي منظومة التمييز إلى التغيير أنا بعطيك الخطوط العريضة أنت بتاخذ القالب القالب الفخم وأنت تطبق بالطريقة اللي أنت تجدها مناسبة طيب نشوف إذا في أسئلة أخرى بخصوص الجائزة كيف نحصل عليها الجائزة موجودة لديكم إخواني وخواتي الجائزة بتدخل تدخل على جوجل اكتب موقع برنامج الشيخ خليفة للتمييز الحكومي تدخل على الموقع وبتصل إلى الأدلة والأدلة والكتب الإرشادية والفيديوهات التعليمية السؤال الأخير نأخذ السؤال الأخير هل من ممكن أن يتم تمييز الموظفين لديهم شهادات متوسطة هل تنضغ عليهم شروط التمييز أختي منظومة التمييز أنا ركزت على نقطة التعلم التعلم بغض النظر قد تكوني أنت في مكانك في مجالك هناك تطور في التعلم وفي التحسن وفي التطوير حتى لو كنت أنت في مهاراتك متوسطة أو تعليمك متوسط لكن هناك خطط وهناك مسار إليك واضح في عملية المهنية التمييز في كل زي ما قلنا الإبتكار والمرونة والاستباقية والتمييز في كل مكان ولجميع الموظفين ولجميع المؤسسات دون استثناء إخواني أتوقع ضايل عنا بجوز عشر ثواني أختتم هذا اللقاء والشكر الجزيل للمنظمين إلى المنظمين في الهيئة الاتحادية الموارد البشرية ولجميع الحبور وإن شاء الله نلتقي في أمسيات أخرى نتناقش ونتحاور والشكر موصول للجميع وسامحونا من التقصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر طبعاً الأخت ندى بتقول لي إن شاء الله رح تمنح المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث جواز وما رح تخيب ظني بصراحة كل الشكر والتقدير إلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في أمسيات أخرى ترجمة نانسي قنقر